محكمة الرباط تدين شبيها للملك محمد السادس بالسجن النافذ السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أدانت ابتدائية الرباط نهاية الأسبوع الماضي شبيها الملك الذي سبق وأتار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ 18 شهرا حبسا نافدا وغرامة مالية حيث توبع بتهمة النصب بعدما عاد إلى نشاطه السابق في التشبه بالملك والنصب باسم الشرفاء العلويين بامتطائه سيارة فارها ادبطت لديه مصالح أمن طنجة عشر بدلات أنيقة بربطات العنق وحسب ما أوردته مصادر متطابقة فقد اقتنعت المحكمة بالتهمة المنسوبة إلى الضنين بعدما توفرت العناصر الجرمية في حقه حينما سقط في قبضة مصالح أمن طنجة حينما تقدم نحو مصالحها بشكاية تفيد تغيير لوحات ترقيم سيارته من قبل مجهول وبعد تنقيط اسمه تبين أن أمن الرباط يبحث عنه فتسلمته مصالحها للتحقيق معه في الشكاية الصادرة في حقه حيث حجز الأمن داخل السيارة عشر بدلات أنيقة بربطات العنق وكان يدعي تسوية ملفات ضحايا أمام القضاء وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف كان موضوع مراقبة أمنية قبل شهور بعدما أطارت صوره جدلا واسعا إثر دخوله إلى مطعم شعبي بحي عقوب المنصور وارتدائه أزياء شبيهة بالتي يرتضيها الملك ما أطار دجة بمواقع التواصل الاجتماعي وتوارد ضنين عن الأنظار أربع سنوات بعدما كان قد قضى عقوبة سجنية قدت بها محكمة تيطوان سابقة حيث كان يتجول بسيارة مكشوفة بالمنطقة تزامنا مع وجود الملك في المدينة وقيامه بأنشطة رسمية وبعد اعتقاله والتحقيق معه تبين تورطه في عمليات نصب واحتيال على مواطنين من مناطق مختلفة بوزان وتطوان والمضيق شكرا لكم على المشاهدة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله موسيقى